هو واحد من أكثر القطاعات المستهلكة للمياه لتعدد مجالات استعمالاتها في القطاع السياحية بالوحدات الفندقية وملاعب سولجان وحدائق النزل والإقامات ما جعل عددا من المؤسسات السياحية تنجز محطات معالجة للمياه المستعملة بشكل فردي يعاد من خلالها استغلال هذه المياه في فضاءات الوحدات الفندقية وخاصة عند عملية الرئية نحن مع افتتاح النزل في التسعينيات عام سبعة وتسعين من عامتها سارت تهيئة متاحها تعاون فينا برشة مكتب 12 شهر في العام يزمنا نسقيه لحدائق متاعنا فنستعمل فيها من ريكو باريو المياه المستعملة متاع النزل وننطفوها ونحلوها وكل شيء ونستعمل فيها للسقينة على الحدائق متاعنا نحن نستعمل فيها مدة في الستاسيون دي بوريشون اللي خلاتنا في وقت ملاقات نعرف ونرجدو الكنسوماتيانة نعرف ونسقيو شورتو الماء مغير ما نقعدو نجبدو مصونيد ونحطو طول في الجردة وفي التراب نجيبو ديلكتو ممستسيون دي بوريشون تيانا اللي تنظف ديلكتو ماء وتحط توت شويت نوليو نسقيو بها فيما ملعب غولف راهو يلزم يستعمل ماء رشت كليم تاقو أونس في عوض الماء هكي يطيج في البحر ولا في الويد ياخذوه لغولف ويسقيه به يهم وعالجة نيفودو ما تتشربش أما ما تضرش البيع أمام تنامي مخاطر التغيرات المناخية وتدعياتها السلبية وبهدف ترشيد استهلاك مياه الوحدات الفندقية انخرطت وزارة السياحة منذ فترة في استراتيجية وطنية للحد من الاستهلاك المفرد للمياه في القطاع السياحي استعداد للموسم ثروة الموسم السياحي موسم الصيفي في هذا الحال فمتوى حاليا مجهودات وطنية مبذولة لترشيد استعمال المياه ونحن القطاع السياحي هو ينخرط في الاستراتيجية الوطنية والمجهودة الوطنية قطاع السياحي نحب أن نذكره قطاع استهلاك الماء جوز 2% من الاستهلاك الوطني ولكن في هذه الاثنين في الماء نحن كذلك فيما مجهودات وبرامج ومشاريع لترشيد استهلاك الماء ونهيك اللي نحن هنا موجودين في محطة معناها بتاع الجولف في جربا المحطة هذه اللي قاعد تستعمل في الماء ليسقي المساح الخضراء المياه ما هو المياه المعالجة ولد زيارته إلى جزيرة جربا طلع وزير السياحة على هذه التجارب النموذجية للحد من استهلاك المياه في وحدات سياحية أنجزت استثمارات خاصة في هذا المجال